طيب يعني هل نقدر نقول كده أن كولر قدم أوراق اعتماده لجماهير النادي الأهلي يعني يقدر خلاص نقدر نقول عليه هيكمل بطريقة كويسة الفترة الجاية خاصة أنه هو فاهم في الحقيقة سيكولوجية اللعيب والجمهور يعني حتى لما كان طمر الصحفي قبل المباراة كان بيكلم أنه هو مستوعب حجم نادي الزمالك فكان بيكلم عليه بطريقة جابية جدا فشايف ايه هو مدارب ذكي تعايش في الأجواء على طول وده من ذكاء المداربين الأجانب لأن مش كل المداربين الأجانب بيتعايشوا زي مثلا سوارش اللي كان قابله ما تعايش وفرحة فوز أولين تقريبا عافية شرب الأربعة فقال لك بس أنا أنا جامد يعني ما فهمش العقلاي بتاعة لعب المصري ولا العقلاي بتاعة الدوري المصري ماشي زاي المنظومة كلها ماشي زاي الرجل ده ذاكي من أول ما جاء بيذاكر في الكورة وبيذاكر في كل حاجة محيطة بالنادي الأهلي بتأثر عليه بالسلب أو بالإجاب آه قدم أوريا اعتماده مية في المية جمهور الأهلي بيتعامل في بعض الحام بالبطولة حتى ولو صغير لك بسوبر لكن كم محتاجها دلوقتي جمهور النادي الأهلي ولذلك هو لعبة النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي من أكبر رأس الأقل واحد موجود فالفوز بالبطولة دي عمل حالة مختلفة في النادي الأهلي أنه الأهلي قادر على أنه يبقى موجود بالشكل المطلوب المرهوب فيه بالنسبة لجمهوره للمنافس على باقي الموسط لكن هي بداية لكن خد ثقا طبعا ثقا وثقا بشكل كبير جدا ما بعد هذا الأقل طيب لو هنتكلم عن تغييرات كولر كمية عفيف يعني لو هنتكلم بداية من تغيير أفشا شريف كريم فؤاد شايف التغييرات إزاي سؤالي كمان تاني ليه فريرا ما أكيد هو في بداية المباراة على الأقل الشرط الأول ترجم الخطة التفتيكية لكولر ليه ما حاولش يتعامل معاه ما عندوش حلول مع الدفاع نهابتدي بالنص الثاني من السؤال لأنه الدفاع النادي الأهلي وسط ملعبه تقيل قوي تقيل بصرامة يعني فمش قادر أنه هو يتعامل معاه أنه يغير فكرة أنه فاتوح ما بقاش موجود دي عملت له هزة من الشرط الأول في حاجة حصلت غلط على الأرض ملعب هم عندوش بديل في الجهة اليسرى يشيله ولذلك حتى على طول الراجل عمر جابر اللي راجع لي نادي الزمالك في الجهة اليسرى وبرضه مش إحساس المكان في ظل أنه فاتوح متقلق في الفترة الأخيرة وإن كان حتى مش في حالته لكن يبقى لعب مؤثر ومهم حتى التغييرات اللي عملها تغييرات محروقة لأنه لو أنا عملت سكاوتنج على نادي الزمالك عارف مع التغييرات دي إيه اللي هيحصل على الأرض الملعب فلازم يكون عنده برونة تكتكية بشكل أكبر لأنه مش كل الفرق زي فرق الدوري ومش كل الفرق النادي الأهلي تعرف تترجم نفعيا أنا عارفها قبلك إزاي علشان أحجمك بالنسبة للتغييرات بتاعت كولر كريم فوهد بديل استراتيجي وخد الثقة من بعد الهدف اللي صنعوا فيه مباراة لإسماعيل فبقى عارف كواس قوي بيتحرك إزاي هجوميا مش كظاهير أيمن وتوظيفه بهذا الشكل مع الكلام من الرجل الأجنابي مارسل كولر إداله ثقة بشكل كبير فالراجل بينزل عايز يأكل النجيلة عشان يبقى وقعين وده اللي خلاه يتحرك تحرك المهاري قوي التكتيكي قوي بعد ترقيص طهر محمد طهر الإمام عشور علشان يروح في المكان الصح في المكان اللي يقدر يكمل فيه هجوميا فيخلص الهدف الثاني قتل المباراة فده كواس قوي أفشا شريف ما ينفعوش بودلة عشان يبقى وقعين وبالذات محمد مجدي أفشا نزله بديل يبقى كأنك ما نزلتوش وبيبقى لعيب عادي جدا على الأرض المعلم وده قلنا من أكتر من مرة حتى لو طارق اللعبة 4-2-3-1 اللي هي بتخدم على ظهور محمد مجدي أفشا كلاعب عشرة بيقدر يعمل حركية هجومية لإناد الأهلي لو بديل بيبقى مفصول تماما زي وزي محمد شريف محمد شريف بعدها تدف الدورة الموسمة قبل الماضي أنا عايزة أبقى موجود ما بقاش موجود حسن ما كانه مهزوز والراجل ما بيلعبش بيلعب بشادو سرايكر أو بيلعب بشاد حسين دلوقتي الراجل الصفقة الجديدة مش بمهاجم حتى ما بيحط مهاجم صريح مش هو شاد حسين المفروض يشيل هجوم من نادي الأهلي ونادي الأهلي محتاج مهاجم صريح تقيل تقيل نكلم عن برونو سابي وجناح بنتكلم عن حتى شاد حسين لما كان في سراميكا كان جناح برضو فبشكل عام هو يتمنى أن يكون موجود وشريف أصلا في بدايته كان جناح بس هو اتطور هجوميا لما كان مع حلمة أولان في أمبي لما كان معارب من نادي الأهلي شريف محتاج أن يلعب بشكل أساسي علشان يطلع محمد شريف الحقيقي ومحمد مجدي أفشا لازم يلعب بشكل أساسي علشان يطلع محمد مجدي أفشا الحقيقي طيب مين نجم مبارات السوبر الشناوي لأن وشال كورة مهمة جدا كان ممكن تغير المبرأة بشكل أو بآخر لعب نادي الأهلي بشكل عام وفقا النتيجة كريم فؤاد حتى لو بديل بس أدي له كريد الكبير قوي طهر محمد طهر بمهارته الفردية حل من الحلول الكبيرة أنا في الآخر خالص أدي لمحمد عبد المنام كينج أوف داماتش